الريمونتا ده ان شاء الله من المتوقع ان الفترة اللي جاية خلال الاسبوع ده روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الولمبي هيعمل مؤتمر صحفي يشرح فيه اخر الاستعدادات للمنتخب الولمبي خلال الفترة اللي جاية الفترة اللي حتسبق البطولة الافريقية اللي حتتلاعب في المغرب بما فيهم طبعا الاسماء اللي حيتم الاعلان عنها طبعا بطولة المفروض انها هتبقى بطولة قوية كلنا عارفين انها البطولة المؤهلة لأولمبيات باريس 24 كلنا عارفين في نفس الوقت ان المجموعة حيبقى فيها مالي حيبقى فيها الكاميرون بعد استبعاد الجابون حيبقى فيها النيجر فالدنيا هتبقى صعبة الدنيا هتبقى صعبة في البطولة ولكن يمكن روجيريو ميكالي من المدربين اللي هم من البداية خالص في اختيارها تم التعاقد معه بناء على استعداده ويتعامله مع المرحلة دي وكلنا عارفين ان هو صاحب زهبية الأولمبيات الأولمبيات للبرازيل أول زهبية للبرازيل في الأولمبيات زهبية ريودي جانيرو وكذلك مع منتخب الشباب البرازيلي وصوله وحصوله على الفضية بعد ما وصل للمباراة نهائية الكاس العالم للشباب ويعني بصراحة الراجل شغال بطريقة كويسة ومستوى منتخبنا الأولمبي بيتطور معه من أول معسكر اشتغل فيه المعسكر الفترة دي طبعا هيبقى هو الأهم على الإطلاق لأن خلاص يعني المنتخب بدأ تكوينه بناء على أنك عايز توصل للنقطة دي اللي هي البطولة الأفريقية التمن فرق كلنا عارفين أن حصل تصفيات وصل منهم سبع منتخبات بالإضافة طبعا ليه المنتخب المغربي اللي حينظم البطولة اللي ما شاركش فيه التصفيات ولكن المرحلة الأولى كان تم تجنيب منتخب المصري المرحلة التانية والفوز على السواتيني بالتعادل برة والفوز في مصر وكذلك في المرحلة الأخيرة من التصفيات والفوز على زامبيا هنا في مصر والتعادل في زامبيا المرحلة اللي جاية طبعا هتبدأ بمعسكر في اسكندرية المعسكر تقريبا هيبدأ يوم 12 ستة طبعا هيبقى قبله إعلان الأسماء غالبا هيبقى يوم 10 المعسكر هيبقى في اسكندرية 12 ستة هيبقى فيه مباراة ودية مع منتخب غانا وهو أحد أقوى المنتخبات المتواجدة في البطولة وهو بيتواجد في مجموعة المغرب مباراة مهمة هتبقى مباراة مفيدة جدا للمنتخب المصري المباراة دي هتبقى يوم 15 في اسكندرية غالبا تاني يوم على طول هيبقى يوم 16 السفر إلى المغرب وطبعا هيبقى فيه مباراة تانية ودية في مدينة الرباط مع منتخب غينيا غالبا هتبقى يوم 20 وبعد كده يتوجه المنتخب الأوليمبي من الرباط على مدينة طنجة اللي حيلعب فيها مبارياته بداية من يوم 25 كلنا عارفين البطولة من يوم 24 لـ 8 7 من 24 6 لـ 8 7 هيبدأ طبعا مشوار بمباراة يوم 25 مع النيجر فمستر ميكالي من وجهة نظره شايف أن المباراتين هيبقوا مباراتين في غاية القوة الفرقتين موجودين في البطولة الفرقتين موجودين في مجموعة المغرب سواء منتخب غانا أو منتخب غينيا وطبعا كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله لمنتخبنا الأولمبي في البطولة يمكن الحتة الزايدة المراضي في البطولة الأفريقية لحد البطولة الأخيرة اللي كانت في مصر اللي قدرنا أن احنا نتحصل عليها كابتن شوقي غريب وجهازه كانت 3 منتخبات بس هما اللي بيتأهلوا للأولمبيات ولكن المراضي يمكن الوضع فيه نصف مقعد زيادة الأول والتاني والتالت حياته أهلوا من البطولة الأفريقية إلى الأولمبيات والرابع حيبقى عنده فرصة إن هو يصفي مع رابع قارة أسيا في مباراة برضو زيادة عودة على الوصول للأولمبيات إن شاء الله ربنا يوفق منتخبنا أكيد حلم إن احنا نوصل للأولمبيات وبعد كده يبقى حلم تاني إن احنا نشتغل بطريقة كويسة هناك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر